تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء تنطلق مسابقات بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي والتي تقام على أرض مملكة البحرين ووجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون شباب لجنة المنظمة بتهيئة الأجواء المثالية لكافة المشاركين في البطولة من أجل تحقيق كامل النجاح للحدث العالمي الذي يقام للمرة السادسة على أرض المملكة وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في البطولة التي ستشهد ثلاثة مسابقات رئيسية في اليوم الرئيسي وذلك للسباحة والدراجات والجري وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمرا صحفيا للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة التي ستقام على مدى ثلاثة أيام حيث أكدت اللجنة سعادتها بعودة السباق بعد توقف عامين وكشفت اللجنة المنظمة عن مشاركة 1200 رياضي من أكثر من 80 دولة وذكرت أن السباق يعد الفرصة المثالية للترويج لما تمتلكه المملكة من مقاومات سياحية للزائرين الذين سيحضرون السباق كما تحدث في المؤتمر عدد من المشاركين في البطولة من فريق فيكتوريوس البحرين وأبطال النسخة السابقة ترجمة نانسي قنقر